بعد طلب اليوتيوب من منشئ المحتوى انشاء URL مخصص عبر ارسال رسالة عبر جيميل لمنشئ المحتوى خلى منشئ المحتوى يتساءل ما هي اهمية URL المخصص اقول لحضرتك حاجة هو اختصار لURL الاساسي يعني ايه هقول لحضرتك يعني بص معي وشوفوا URL ده سهل تحفظه ولا مسهل يوتيوب سلاش سي سلاش متوحد فكرة بص معي ده بقى يوتيوب سلاش شانل سلاش ايه ده لا صعب جدا احفظه فبالتالي اول حاجة هو اختصار وده كلام اليوتيوب نفسه من خلال ادارة المعلومات الاساسية لقناة يعني اليوتيوب صنف الURL على انه جزء من المعلومات الاساسية لقناة زي اسم القناة والترجمة والURL الخاص بقناة اعداد URL مخصص ان عنوان URL هو عنوان قصير يسهل تذكره كلامه صح بص بص معايا ايه ده كله لأ ده صعب احفظه فبالتالي هو كلامه صح ويمكنك مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر اي مكان حضرتك ممكن تبعثه اي شخص بس انا كلامي مختلف شوية عن اليوتيوب وكلامي ده بناء على حاجة انا مقتنع بيها حضرتك في حاجة اسمها العنوان اللطيف يعني ايه لعنوان اللطيف مش هيفهمها غير الناس بتوع بلوجر او ورد برس اللي هو الارشفة مثلا برضو ايه الارشفة لو جيت كتبت على جوجل وبحثت على المتوحد فكرة وعملت بحث هيبدأ يظهر لك القناة المتوحد فكرة عبر الايه الرابط فبالتالي يبدأ يسهل على حضرتك ارشفت الكلمة المفتاحية اسمها المتوحد فكرة وده بيعلي من الكلمة المفتاحية بتاعت القناة بتاعت حضرتك فبصراحة دي حاجة مهمة جدا 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 للقناة بتعلي من السي يو مش السي يو الكامل للفيديوهات لأ السي يو خاص بقناة رينك القناة ممكن يمشيها حاجة مهمة اه مهمة بس عايزة اقول لحضرتك حاجة برضو لو حضرتك ما عملتوش لا يؤذي القناة ولا يؤثر بالسلب بس من الافضل انشاء يو ار ال مخصص وللعلم وللعلم حقول لحضرتك حاجة كمان للعلم دي علشان تبدأ تكون فاهم ان اليوتيوب بقول لحضرتك اليوتيوب يحتفظ بحقه في تغيير عناوين اليو ار ال المخصص او استردادها او اذالتها في اي وقت وكمان اليو ار ال المخصص يحفظ لحضرتك ملكيتك للقناة كمان يعني كده دي قناتي اسمها المتواحد فكرة بتاعتي علشان كده ما تلاقيش اتنين يو ار ال هو واحد يو ار ال باسم القناة ومختصر فحضرتك لو جيت تاخد اليو ار ال بتاع مش هتعرف تاخده لانه هو خاص بالقناة فبالتالي اليو ار ال مهم اهتمامات وممكن تحسها طفيفة لكن صدقني هي بالنسبة لناس حاجة مهمة جدا خصوصا ان انا فاكرها www.youtube.com سلاش سي سلاش المتواحد فكرة بالعربي 100 انا فاكره لكن عشان حضرتك تحفظ اليو ار ال ده من الصعب تذكره بل من المستحيل وهو بقول لحضرتك انه عنوان web يعني لو حاجة زي domain كده ماشي انه عنوان web يسهل تذكره للوصول الى قناتك على اليوتيوب وكتبوا وحطوا لحضرتك في المعلومات الاساسية للقناة فبالتالي هو مهم ممكن الاهمية دي حضرتك مش واخد بالك منها بس انا شايفها من وجهة نظر الشخصية ان هي مهمة برضو للسيو برضو لرينك القناة برضو عشان حضرتك تفتكره بسرعة لكن اليوتيوب ذاكر بس انه هو سهل تذكروه لكن اقول لك هو بيرفع من رينك القناة بيرفع من العنوان اللطيف او الكلمة المفتاحية للقناة بالتوفيق للجميع حضرتك لو ما عملتش اليو ار ال المخصص مش هتموت ولا قناتك حتى ترفض من قبل اليوتيوب ولا اي حاجة ناس كتير جدا عاشت عشر تلاف وخمساشر الف مشترك وما تعرفش يعني ايه يو ار ايه المخصص اليوتيوب بس بذكر الناس علشان يخلي الناس ايه تكون عارفة يعني ايه يو ار ايه المخصص بس يعني في حاجة في اليوتيوب يعرفوها بس شكرا للجميع